من دون رحمة أو هوادة اقتحم المسلحون قرية نهر الإمام التابعة لقضاء المقدادية في ديالة وعاثوا فيها فساداً فقتلوا العشرات وأحرقوا البيوت والممتلكات لتجبر المئات على النزوح من القرية فراراً من بطش الميليشيات أم حاتم خرجت مع زوجها من بيتهما في قرية نهر الإمام ليقطعا مسافة كبيرة مع غيرهما من أهالي القرية وصولاً إلى منطقة القاطون في بعقوبة فراراً بأرواحهم بينما فر أولادهما إلى جهة أخرى خشية القتل أو الاعتقال ولا يعلم بعد مصيرهم وسط مخاوف من وقوعهم بين أيدي ميليشيات تتخذ من القتل والحرق شرعة ومنهاجة هجمة جماعات مسلعة ما تعرف يعني شهينيات ترتدي زي الحج الشعبي ما تعرف حركت وقتلت الشيخ الكبار الأطفال حرقة السيارات المنازل المسجد المستوصف المولد ما للمنطقة مشاهد رعب وقتل وحشي من المؤكد أنها لن تغادر بسهولة ذاكرة من عايشها على الرغم من الاستقبال الطيب من قبل أهالي القاطون الذين استضافوا النازحين ووفروا لهم الدعم اللازم من مسكن ومأكل ليؤكد العراقيون مجدداً على أصالة معدنهم وتكافلهم في مواجهة ما يتعرضون له جميعاً من جرائم ترتكبها ميليشيات تسعى لتنفيذ مخططات تغيير ديمغرافي طائفية